لابد نفرق بين النفقة الواجبة والتي تعطيه مثلا هدية أو عطية أو كلا لا أريد ان تفعل منك و owns necesitaك النصرة في هذا الواجبات على ceهاية الواجبات دورها لوجودة خالة و создجلها خمس سنوتي فترة أصبحة لها KirkCanorph و snippس المصطوق وحليب وغذاء هذا الأطفال ينفق عليها كل شهر خمسمائة ريال مئة وخمسين دولار تقريباً والبنت هذه لخمس سنين ينفق عليها عشرين دولار فهل هذا عادل؟ نعم هذه نفقة نفهم؟ لكن لو أعطى هذه البنت هدية أعطاها ألف دولار يجب أن يعطي الثاني ألف دولار ويعطي الذكر ألفين دولار يعطي الذكر ألفين دولار يجب أن يكون لديك ألفين دولار نعم فهي فرق بين النفقة والعطية للأولاد عنده زوجة عندها عشرين والد ما شاء الله تبارك الله تحتاج إلى دار كبير وعنده زوجة عندها أولاد ويوجد إساقطي دولار يسكرها نفسها سكن عدي ويوجد إساقطي الثاني يكوى ويوجد حديث الوحال هي تقول له لا إشعر سنع بالبيت الكبير وانا говорит بوئيسا الله سنع بالبيت الكبير مفهوم؟ إذن بحسب الحاجة هذاчит اسم ووڑي لتريبه الأهمية لديك أبو محمد حسنا عليك يقول إذا كان عندي ولد في الجامعة يقول ابني محمد في الجامعة السؤال يقول ويحتاج إلى سيارة ويقول له اشتري له سيارة اشتري سيارة بسبق انت مو بسم محمد او اذا قلت انت مو بسم محمد انا سيارة بسبق انت مو بسبق انت مو بسم مجال أو اذا قلت انت مو بسم محمد . . . . . . . لدينا أخر North نباشة طيب قالوا أعطيكنا الآن وأخوانك ما يحتاج سجل عليه في الدفتر أنه هذا دين عليك وإذا موت يخصم من تلك тогда другие допустим не нуждаются и ты им удаешь и говоришь что это будет долгом на тебя и когда если я умру и будете брать свое наследство то есть вычислится из твоей доли الأولاد يقولوا والله هذا بالملي يمشي صح هذا تمام هذا أب ما شاء الله и все дети будут довольны لكن يأتي هذا بورش وهذه قل بنت ما تحتاج если же одному دает بورش сыну а дочке говорит ей ничего не нужно نعم والله أعلم هذا أخوانك